إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون خصماً لشخص ليس له إلا الله أن تكون خصماً لشخص ليس له إلا الله إياك أن تعادي أحد ليس له إلا الله لا يضرنك إن كنت مديراً لك سلطة وصدوه وهو منطف مسكي لربما ربما إنت في ليلة هادئة وكنت ضاحكاً مبتسماً وهو قال فتوضأ وصلى ركعتين لله ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني مغلوب فانتصر فينتقل ملف القضية من الأرض إلى السماء فيقول الله لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو البعدحي لا يضرنك أيها الزوج الظالم إن كانت زوجتك مقطوعة من شجرة فتقوى عليها وتظلمها وربما تكون أفضل من في الأرض من مل الأرض من أمثالك فربما في منتصف الليل في الثلث الآخر ترفع يديها إلى السماء وتدعو عليك فما الذي ينصفك لا يضرنك أنك أمسكت يد أبيك وفي سكرات الموت وقمت بتوقيع ووقعت العقود فحرم ببيع وشراء وحرمت إخوتك من الميراث فكل لحم نبت من السحت فالنار قول به لا يضرنك أيها الزوج الفاضل إن كانت حماتك عجوز متهالك في بيتك تجلس في الزاوية على أريكتها فتطعميها الأمرين غدا ستصبحين حماتك وسيرد ويرد إليك الصاع بصاعين لا يغرنك أيها الجار إن كان جارك مسكين فليسة سهلة فتأخذ منه مترا من الأرض وتتسلط على أرضه لا يوجد لا يوجد أقوى من مسكين ليس له إلا الله لا يوجد أقوى من مسكين ليس له إلا الله لا يغرنك إن كنت قويا بارز العضلات مفتول العضلات وتماديت على مسكين ضعيف ربما ضعيف الجسد ضعيف الحيلة ليس له أحد أنبته وأوجعته وضربته فرفع يديه إلى السماء فابتلاك الله بالأوجاع والأسقار وسلب منك القوة بدعوة مسكين ضعيف لا يغرنك إن كنت تلبث إن كنت تركب السيارة الفارهة بأرقام فارهة وتمشي بسيارتك مختالة وتضيق على الناس بالطريق يمينا وشمالا دعوة مضرورة تسلبك كل المال الذي تحمل لا يغرنك لا يغرنك أخي الفاضل الدنيا بأسرها فالدنيا ما هي الدنيا شروق وغروب ننام ونستيقظ نأكل ونشرب ثم نورث للقبل فإن نمتدق على الدنيا سعادة وإنصاف وحياة فمتى سنحيا؟ متى سنحيا في الدنيا إن كان همنا أن يعلو بعضنا على بعض؟ متى سنحيا في الدنيا إن كان همنا أن نكدر على بعضنا البعض؟ متى سنحيا ونذب لندة الدنيا؟ إن كان همنا فلان وفلانة وما بين وشاية وغيبة ونميمة وإسقاط ورفعة متى سنحيا؟ أخبرني عمرك الذي أنت تخشى عليه هناك أناس سبقوك لقبورهم كانوا من قبل يخشون على أعمارهم رزقك الذي دفعك للغيبة والنميمة والحفر والسلب والناب والسرقة هناك أناس سبقوك إلى قبورهم كانوا يخشون على أرزاقك كل ما تخشاه الآن من في القبور كانوا يخشون وكل ما تسعى له الآن من في القبور كانوا يسعون لهم هم خرجوا وأنت ستخرج هم خرجوا وأنت ستخرج فمتى ستحيا في الدنيا؟ الدنيا بسيطة معادلة بسيطة نقي قلبك وسع صدرك ابتسم وامشي في الأرض ببساطة ولا تحمل في قلبك على أحد حقدا ولا كرهة ولا غلة هذه معادلة الدنيا أطب مطعمك أطب مطعمك أطب أهل بيتك انظر إليهم اسعى لسعادتهم هنا فعلا تكون قد ضغط طعم الدنيا إيهن محمد عليه الصلاة والسلام خرج من بيت جائع وجاره يهودي يرسل إليه ويزور صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهون عنده وأصحابه ماتوا ويقول أحدهم ما لقيته إلا مبتسم هذه كذرك لن يغير بقدر الله وسعادتك لن تغير بقدر الله لكن تغير من نفسي اشتركوا في القناة